اشتركوا في القناة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة الإنجاز الذي حققه المقاتل البحريني المحترف حمز الكوهجي بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة سموه رفع التهاني بمناسبة فوز الكوهجي بلقب بطولة فنون القتال المختلطة ديزرت فورس بنسختها السابعة عشر تحت شعار المواجهة بعد تغلبه على المقاتل الأردني غالب الحراحشة في النزال الرئيسي بمواجهة البطولة والتي أقومت يوم أمس بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية وأكد سموه أن رعاية جلالة الملك المفد لقطاع الشباب والرياضة كان لها الأثر الكبير وراء هذا الإنجاز مضيفا سموه أن جلالته حريص دائما على تطوير وارتقاء هذا القطاع الحيوي الذي يخدم الشباب البحريني ويمكنهم من تطوير إمكاناتهم وقدراتهم نحو تحقيق الإنجازات ورفع اسم مملكة البحرين عاليا بمختلف المشاركات والمحافل الرياضية وأضاف سموه أن دعم الحكومة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة أسهم في ترجمة رؤى جلالة الملك المفدى بالنهوض بالحركة الشبابية والرياضية بالمملكة وأوضح سمو الشيخ خالد أن سمو الشيخ ناصر أسهم وبشكل كبير في تطور هذا القطاع المهم بالمملكة من خلال توجيهاته بتنفيذ رؤى القيادة الرشيدة لتطوير هذا الجانب من خلال الاستراتيجيات والخطط التي يقدمها المجلس الأعلى لشباب والرياضة وتنفذها اللجنة الأولمبية البحرينية وقد أشهد سموه بالمستوى المشرف الذي ظهر به المقاتل الكوهجي في النزال الرئيسي من البطولة مهنئا سموه الكوهجي بهذه المناسبة كما أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالمستويات القوية التي شهدتها بطولة الديزرت فورس 17 شاكرا ومقدرا جهود اللجنة المنظمة على التنظيم الرائع وللحديث أكثر حول هذا الانجاز الرياضي الجديد معنا عبر الهاتف موفد تلفزيون البحرين إلى الأردن محمد الرويش محمد مساء الخير وبداية ما هي أصداء فوز البطل حمز الكوهجي في بطولة ديزرت فورس في الأردن مساء الخير علي الأصداء هنا في العاصمة الأردنية عمان أصداء رائعة جدا لم يكن يتوقع الجمهور الأردني أن يتغلب البطل البحريني الصغير في السن على بطلهم الأردني غالب الحراحشة ولكن هذا ما حصل في الليلة الماضية عندما استطاع حمز الكوهجي أن يقضي على منافسه الأردني في الجولة الثانية الجمهور الأردني بعد اللقاء حي حمز الكوهجي تحية كبيرة وصفق لأداءه الرائع نعم محمد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كان داعما للبطل منذ البداية كيف برأيك انعكس هذا الدعم على النتيجة التي حققها البطل بلا شك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنه بالأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان داعما قويا للعبة المارشل آرت أو الفنون القتالي المختلط وتبنى في الحقيقة تبنى موهبة حمز الكوهجي ووفر له الامكانيات الفنية وكذلك الدعم المعنوي تواجد مع حمز الكوهجي طوال فترة الاستعداد والتي استمرت على مدى شهرين تواجد معه طاقم فني من روسيا متخصص في الفنون القتالية المختلطة وقد أضاف هذا الطاقم الفني الكثير على أداء حمز الكوهجي محمد من خلال متابعتكم للتفاعل الجماهيري لهذا النوع كيف تصفون لنا هذا التفاعل وبرأيك أيضا هذا الفوز ما الذي سيضيفه إلى المتابعين لرياضة فنون القتال المختلطة في مملكة البحرين رياضة فنون القتال المختلطة في البحرين رياضة في مرحلتها الأولى الآن ولكن من خلال إقامة تصفيات مستمرة لفريق خالد بن حمد للفنون القتالية المختلطة بدأ الجمهور البحريني ينتبه لهذه الرياضة إنجاز أيضا حمز الكوهجي الليلة الماضية بلا شك سيضيف الكثير إعلاميا لهذه الرياضة وبلا شك سيكون هناك فيه اهتمام أكبر من قبل الشباب البحريني لرياضة الفنون القتالية المختلطة رأينا هناك تفاعل أيضا من الجمهور البحريني المتواجد في البحرين لإنجاز حمز الكوهجي رأيناه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان هناك فيه تفاعل كبير مع النتيجة التي حققها المقاتل حمز الكوهجي إذن هناك مستقبل مشرق لهذه الرياضة وكل هذا يأتي بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي يقف وراء هذه الرياضة الجديدة نوعا ما على البحرين ويحاول قدر المستطاع أن يدعمها معنويا وماديا وفنيا نعم موفا تلفزيون البحرين إلى الأرض محمد روي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة